وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطرائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَخْضَرُهُ إِلَى عَذَابِ الْنَّارِ وَبِئْسَ الْمُصِيرُ جعل الله الكعبة البيت الحرام قيام للناس والشهر الحرام والشهر الحرام والهدي والطلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله بفور رحيم ما على الرسول إلا البلاو والله يعلم ما تبدون وما تكتمون